اشتركوا في القناة 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 الصورة جيدا هنا لدينا شخص يستحم تحت من الصورة نقرأ صرحت الميذر ان الاستحمام بانتظام سلوك ثانوي لاحظوا معي هل هذه الجملة صحيحة سنحاولو اننا نحللوها ونبسطوها هل فعلا ان الاستحمام بانتظام هو سلوك ثانوي اكيد ان هذه الجملة غير صحيحة فالاستحمام هو سلوك مفروض علينا ويجب ان يكون بانتظام لنحمي الجسم دينا لان نظافة الجسم دينا ونظافة البدن دينا تخلينا في صحة جيدة اذا اتساءل لنحدد السلوكات التي تحافظ على الصحة نضع افتراض اذا تناولوا الاغذية الصحية ممارسة الرياضة والاستحمام والنوم الكافي اذا تناول الاغذية الصحية ممارسة الرياضة الاستحمام والنوم الكافي هذه من بعض الاشياء التي تجعلها مفيدة جدا للصحة وكذلك تعزز الصحة بمعنى تعزز أنها تجعلنا صحاح يعني ما كانوا مرضوش والجسم دينا تكون عنده مناعية قوية جدا كلها تساعد الجسم دينا يعني احنا خاص الجسم دينا عنده واحد الميكانيزم خدام به يعني واحد القانون داخلي في الجسم دينا خلقنا الله سبحانه وتعالى عليه ولكن ضروري أننا نساعد الجسم دينا بشيكون قوي نعاونه بشي يزيد قوة وهذا أكيد لصالحنا يعني ما غديشنا مرضو بزاف وغديشكون عندنا صحة لية جيدة جيد جدا إذن نقرأ السؤال أو نتحقق من الفردية ونقرأ السؤال اللي عندنا في التمرين الأول وحيط بخط الصور التي تمثل سلوكا مفيدا لصحة الجسم لاحظوا معايا الصورة الأولى التي أمامي رقم واحد غسل اليدين بالماء والسابون إذن أكيد أن غسل اليدين بالماء والسابون فهو السلوك مفيد جدا لصحة الجسم دينا لأن اليدين دينا بحكم أننا نستعملوهم بزاف في الطبيعة دينا فكيكونوا حاملين بزاف ديال الأشياء اللي هي ماشي نظيفة بزاف ديال جاراتيم بزاف ديال طفيليات ولكن بالغسل ديالهم بالماء والسابون عدة مرات أو ثلاث مرات متكررة هذا كيجعلهم أنهم يكونوا نظيفين ومعقمين يعني وبالتالي ما غسلش نقلل لنا الأمراض مفهوم جيد جدا نحظوا معايا إذن نضع هنا خط على الصورة هنا لدينا اثنان غسل الأسنان بالماء والمعجون أكيد أن غسل الأسنان وصحة الأسنان فهي صحة الفم والأسنان وبالتالي كترجع لنا بالنفع كذلك إذن نضع هنا خط على الصورة كذلك ممارسة الرياضة أو للتمارين الرياضية فهي مفيدة جدا لصحة الإنسان جيد نتمم الصور التي أمامنا الاكثار من تناول الحلويات الملونة والعصائر المصنعة معروف أن الحلويات أو الاكثار من الحلويات لأنها تحتوي على أشياء اللي هي مصنعة على ألوان اللي هي مصنعة وبالتالي فإيا غير صحية لجسم الإنسان إذن نقدرون أكلها مرة مرة ولكن ما نحاولو أننا ما ملكترش منها لأنها غير مفيدة بتاتا لصحة الإنسان إذن لاحظوا معايا ما غديش نوضع خط نهائيا لأنها أشياء غير أو لسلوك غير مفيد لصحة الجسم كذلك هنا لدينا الاكثار من تناول المقريات والأغذية المصبرة إذن المقريات اللي هي الفريت يعني مثلا البطاطس المقرية والأشياء كلها اللي تكون مقرية فهي غير صحية لأنها تحتوي على الزيوت اللي هي مصنعة وبالتالي لأشياء كلها اللي مصنعة فهي غير صحية كذلك بنسبة المعلبات إذن إذا اكتار من تناول المقريات والأغذية المصبرة فهي كذلك تناول ديالها بكثرة فهي غير مفيدة لصحة الجسم وبالتالي حب بدلنا وأننا نقصو منها ومنكتروش منها بسف مفهوم إذن النوم لمدة زمنية كافية رحتوا معي أن النوم مفيد جدا لصحة الإنسان وكذلك الأطفال بصفة خاصة فالأطفال لازم أنهم يأخذوا واحد لقصد كافي من النوم هذا غير يخلي الجسم ديالهم مرتاح والدماغ ديالهم قادر على أنه يستوعب الدروس وقدر أنه يفهم بزف ديال المواضيع اللي هو في حاجة لأنه يفهم مفهوم إذن هنا نضع خط وبالتالي فالنوم ضروري جدا كذلك أنكم تحاولوا تكونوا تحترموا توقيت النوم في ديالكم اليومي مفهوم جيد جدا إذن ثانيا التمرين الأخير في الدرس ديالنا لاحظوا معي جيد جدا إذا كانت منها أن الصورة اللي أمامكم واضحة جدا أربطوا بخط عمر كل طفل بمدة النوم اللازمة ليرتاحها إذن هنا لدينا العمر وهنا لدينا مدة النوم التي ينصحوا بها إذن هنا ثلاث سنوات ست سنوات إثنى عشر سنة وخمسة عشر سنة هنا لدينا إثنى عشر ساعة ثم أربعة عشر ساعة إذن هنا لدينا ثلاث سنوات فالمدة النوم التي ينصحوا بها لها تخلي الطفل يكون مرتاح وناعس وجسم ديالهم يعني عنده واحد لقصد كافي من النوم فهو أربعة عشر ساعة هنا لدينا ست سنوات فمدة النوم التي ينصحوا بها إثنى عشر ساعة إثنى عشر سنة لدينا عشر ساعات وخمسة عشر سنة لدينا ثماني ساعة إذن الملاحظة العامة اللي كنت تشفوه من خلال التمرين هو أننا الإنسان بصفة عمق قد ما كان للسن دياله قليل كيحتاج واحد يعني ساعات طويلة من النوم ليرتاح الجسم دياله كي تكون فيها بزاف ديال الخلايا سواء في المخ ديالنا أو في الجسم ديالنا لها وكي تجددوا فيها كذلك عدة خلايا ليحنا محتاجين لهم أنهم يعطيونا القوة خلال اليوم إذن الطفل قد ما نعس بزاف قد ما كيكون مرتاح قد ما ما كيكون مرتاح وبالتالي قد ما كان صغير قد ما كيحتاج واحد لمدة طويلة ديال النوم قد ما بدك يكبر كيبدو ساعات النوم كيقلالو حتى كيوصلو لثماني ساعات مفهوم؟ بالنسبة لكم أنتم مع أطفالي السن ديالكم كيتتراوح ما بين 6 إلى 12 سنة فضروري أن النوم ديالكم يكون ما بين 12 ساعة إلى 10 ساعة بفهم؟ جاي جيتنا لك أتمنى أن الدرس كان واضح كان مفيد نتلقى إن شاء الله في الدرس قادم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر